من لندن مرسلنا هناك عمر المنيري إذن عمر هل هناك فعلا توسيع لقائمة الدول المحظورة أو الذي يطالب القادمون منها بحجر أنفسهم في المملكة المتحدة نعم بالفعل أحمد هذا القرار الجديد ربما يتبع قرارات أخرى انضمام بلجيكا وأندورا والجزر بها لا ننسى أن بلجيكا تستقبل سنويا مليون وثمانمائة ألف بريطاني في الأجلسات السنوية المختلفة وهذا هو سبب الرئيسي لضمها إلى قائمة الدول التي يجب أن يتم فيها حجر صحي بالإضافة إلى أسبانيا التي ضمت مؤخرا من المتوقع أيضا أن يتم إضافة فرنسا وهي الجهة الأولى الآن بالنسبة للسياحة البريطانيين فيها التوجه إليها ربما سيتم إضافتها الأسبوع المقبل إذا ما كانت عداد الإصابات المختلفة النقطة هي هو مزيد من الحيرة بالنسبة للخادمين من أوروبا وخصوصا أنه من يمر على بلجيكا سواء بالسيارة أو بالقطار حتى لو لم يتوقف بها يجب أيضا أن يتم العزل الصحي بالنسبة له وعليه تقديم ما يثبت أنه مر بخلط سير الرحلة التي مر بها مما يعقد الأمور بالنسبة لقطاع السياحة وقطاع الطيران بشكل عام وخصوصا أن بريطانيا أو الشعب البريطاني يحب السفر وبعد ستة أشهر من العزل الصحي وهناك توقعات بموجة أخرى يتخاوف البريطانيون من الذهاب إلى أوروبا الآن بسبب هذه الإجراءات الجديدة والتي من أنتوقع أن تزداد يوما بعد إيوم وخصوصا على العداد الأوروبية في الصباح بفايلوس كورونا تزداد في هذه الآمنة أحمد نعم عمر المنيري مرسلنا في لندن شكرا جزيلا لك